أغرب وزير الخارجية الفرنسي جنيف لودغيان عن امتنان بلاده لروح الاعتدال التي اتسمت بها المرجعية الدينية في العراق جاء ذلك خلال زيارة لودغيان إلى النجفة حيث التقى المرجع الديني محمد سعيد الحكيم وقال لودغيان أن زيارته هذا تبين أهمية الإسلام بالنسبة لفرنسا وأنه حارس على زيارة مرقد الإمام علي مشيدا بدور المرجعية في التحشيد ضد داعش سعيدني كوني أول وزير خارجية الفرنسا يزور النجف وزيارتنا تبين أهمية الإسلام بالنسبة لفرنسا لذا حرصت على زيارة مرقد الإمام علي نكن كل الاحترام لدور المرجعية في التحشيد ضد عصابات داعش الإرهابية وعبرت لسيد محمد الحكيم عن امتنان فرنسا لروح الاعتدال التي اتسمت بها المرجعية وهذا ما يساهم في تعزيز الويام وفرنسا للمشاهدة وفرنسا للمشاهدة